اهلا وسهلا بكم في قناة بوسي كوروشي هنعمل مع بعض النهاردة وحده مربع الجروني نعمل عقدة البداية هنشتغل عشرة سلسلة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة ونروح عند اول غسلسلة عملناها ونشتغل فيها منزلقة هنعمل معي حلقة هنشتغل تلاتة سلسلة بعد كده هنشتغل جوه الحلقة دي هنعمل فيها خمستاشر غرزة عمود بلفة واحد اثنين اثنين تلاتة اربعة خمسة جميع خمسة سبعة خمسة 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 تسع عشرو هيدوشر اتنوشر تلاتوشر ارباتوشر كده خمستوش هدى كده هنقفل الدايرة شوية هنتي تلات سلسل الارتفاع اللي كنت ارتفعتوهم هدي سلسلة اتنين وهروح هندل سلسلة التالتة وهشتغل فيها غرزة منزلقة نكون معي دايرة بالشكل ده كده بعد كده هشتغل تلاتة سلسلة ده ارتفاع غرزة العمود وهزود عليهم كمان اربعة سلسلة هيكونوا معي فراغ وهالف الخطة على الابرة هسيب غرزة واشتغل في الغرزة اللي بعديها غرزة عمود بلفة لكني عملت عمود اربعة سلسلة عمود بلفة بعد كده هشتغل اربعة سلسلة وهسيب غرزة وبروح للغرزة اللي بعديها وباشتغل فيها غرزة عمود بلفة باشتغل اربعة سلسلة وبروح للغرزة اللي بعديها وباشتغل فيها غرزة عمود بلفة باشتغل اربعة سلسلة وباشتغل اربعة سلسلة وباشتغل اربعة سلسلة وباشتغل فيها غرزة عمود بلفة وباشتغل فيها غرزة عمود بلفة وبارتفاع اربعة سلسلة وباشتغل 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 فيها غرزة عمود بلفة بشتغل أربعة سلسلة وبسيب غرزة وبروح للغرزة اللي بعديها وبشتغل فيها غرزة عمود بلفة وبشتغل أربعة سلسلة وبسيب غرزة وبروح للغرزة اللي بعديها وبشتغل فيها غرزة عمود بلفة بعد كده هشتغل أربعة سلسلة وهنا هروح هادي سلسلة اتنين وهروح هادي السلسلة التالتة وهدخل فيها واشتغل غرزة منزاليكا هيكون معي في نهاية الراوند ده 8 فراغات من الاربع سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تماني نتقل للراوند البعدي كده هدخل في اول فراغ هنا واشتغل فيه غرزة منزاليكا بعد كده هاشتغل تلاتة سلسلة و هدخل في نفس الفراغ واشتغل كمان تلاتة غرزة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة 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 سلسلة و هروح للفراغ اللي بعديه هاشتغل فيه اربعة غرزة عمود بلفة واحد نفس الفراغ هدخل وعمل كمان تلاتة اتنين اتنين تلاتة اربعة بعد كده هاشتغل تلاتة سلسلة و هروح للفراغ اللي بعديه هاشتغل فيه اربعة غرزة عمود بلفة واحد اتنين اتنين تلاتة اربعة و هاشتغل تلاتة سلسلة و هروح للفراغ اللي بعديه هاشتغل فيه اربعة غرزة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة اربعة و هشتغل تلاتة سلسلة و هروح للفراغ اللي بعديه هاشتغل فيه اربعة غرزة عمود بلفة نفس الشكل كده هكمل بنفس الطريقة نهية الدور ان انا بعمل فراغ ثلاث سلسلة وبروح للفراغ وبشتغل فيه اربعة غرزة عمود بلفة هكمل بنفس الطريقة لحد ما وصل لاخر الدور وارجع له كتير فضلت شغالة بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهية الدور اشتغلت دلوقت ثلاثة سلسلة هعد سلسلة اتنين وهدخل في السلسلة الثالثة وهشتغل فيها غرزة منزلقة بعد كده هشتغل ثلاثة سلسلة هنا هروح للغرزة اللي هنا اللي بعديها على طوله هشتغل فيها غرزة عمود بلفة وهروح برضو للبعديها وهشتغل فيها غرزة عمود بلفة والبعديها هشتغل فيها غرزة عمود بلفة فيه هنا الغرزة اللي هي في الفراغ دي دي بتاعت ارتفاع اول سلسلة هدخل فيها برضو هشتغل فيها غرزة عمود بلفة لشان يكون عندي في نهاية هنا الوحدة دي خمس اعمدة ما كان عندي في الدور اللي فات اربعة في الدور دمعي خمسة تلاتة ارتفاع واحد اتنين تلاتة اربعة بعد كده هشتغل تلاتة سلسلة فراغ وهروح هنا عند الاربع اعمدة هشتغل بنفس الطريقة هدخل هنا في اول واحد وهشتغل فيه غرزة عمود بلفة وهروح عند التاني وهشتغل فيه غرزة عمود بلفة وفي التالت هدخل فيه واشتغل فيه غرزة عمود بلفة والربع هشتغل فيه غرزة عمود بلفة وهنا هدخل فيها في الزاوية زي هشتغل فيه غرزة عمود بلفة يبقى كده معي خمس غرز عمود بلفة بعد كده هشتغل تلاتة سلسلة وهكرر بنفس الطريقة هروح عند الاربق عمدة هدخل في اول واحد وهشتغل فيه غرزة عمود بلفة والتاني برده هدخل فيه هشتغل فيه غرزة عمود بلفة والتاني برده هدخل فيه هشتغل غرزة عمود بلفة وهدخل في الرابع هشتغل فيه غرزة عمود بلفة وهنا هدخل في الزاوية دي اللي يبدأت السلسلة والعمود وهدخل فيها واشتغل فيها غرزة عمود بلفة وهرتفع تلاتة سلسلة فراغ وباروح عند الاربق عمدة اللي بعديهم وباشتغل بنفس الطريقة هكمل بنفس الطريقة لنهاية الدور وهارجع لكتين مفضلت ماشي بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية الدور واشتغل تلاتة سلسلة هروح عند تلات سلسلة وهشتغل فيها غرزة منظلقة بعد كده هشتغل تلاتة سلسلة هعمل غرزة عمود بلفة مجمعة في السلاسل هروح عند الغرزة اللي بعديها اشتغل فيها غرزة عمود بلفة وبطلع من حلقتين واللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها بعمل غرزة عمود بلفة مش كاملة وبعد كده بلف الخيط ويطلع من الحلقات كلها مع بعض وبعد كده باشتغل خمسة سلسلة وهالف الخيط على الابرة عندي هنا فراغ التلاتة سلسلة هدخل فيه وعمل غرزة عمود بلفة كده هكون الزاوية بتاعت المربة بعد كده هشتغل خمسة سلسلة وفي نفس المكان هدخل برضو واشتغل فيه غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ كده هتكونت معي اول زاوية للمربة بعد كده هشتغل خمسة سلسلة واروح في الخمسة المدل العندي هنا هشتغل فيهم غرزة عمود بلفة عادي مش كاملة انا بدخل في العمود وبعمل غرزة عمود بلفة وبلف الخيط وبطلع من حلقتين وبسيب حلقتين على الابرة وباروح برضو للعمودة اللي بعدية وبدخل فيه وبسحب الخيط وبطلع من حلقتين وباروح للي بعديه وبدخل فيه وبسحب الخيط وبطلع من حلقتين غرزة عمود بلفة مش كاملة كون معي حلقات مجمعة وبلف الخيط وبطلع من الحلقات كلها مع بعض بعد كده باشتغل خمسة سلسلة وباروح هنا عند الفراغ ده هشتغل فيه غرزة منزلقة وبعد كده هشتغل خمسة سلسلة وهلف الخيط على الابرة وهروح عند الفراغ الأعمدة اللي بعديهم واشتغل غرزة عمود بلفة مجمعة كده أول واحد كده التاني كده التالت كده الرابع كده الخامس وبعد كده بلف الخيط وبطلع من الحلقات كلها مع بعض هعمل كمان زاوية هنا بقى زي الزاوية دي هرتفع خمسة سلسلة وهلف الخيط على الابرة هروح هنا عند الفراغ هشتغل فيه غرزة عمود بلفة بعد كده هرتفع خمسة سلسلة وهدخل برده في نفس الفراغ وهشتغل فيه غرزة عمود بلفة بعد كده هشتغل خمسة سلسلة هروح عند الاعمدة هشتغل فيها غرزة عمود بلفة مجمعة كده تاني واحد كده تالت واحد كده رابع واحد كده خمس واحد وبعد كده بلف الخيط وبطلع من الحلقات كلها مع بعض كده كونت معي هنا اول زاوية ودي التانية وبعد كده هشتغل خمسة سلسلة واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة وهروح للفراغ اللي بعديه باشتغل فيه غرزة منزلقة وباشتغل خمسة سلسلة وهروح عند الاعمدة هشتغل فيها غرزة عمود بلفة مجمعة كلها بدخل في اول واحد وبسحب الخيط وبطلع من حلقتين وبسيب الحلقتين البقينة على عبرة وبره عند التاني وبدخل فيه وبلفه بطلع من حلقتين والتالت بنفس الطريقة بلفه بطلع من حلقتين والرابع بلفه بطلع من حلقتين والخامس بلفه وبطلع من حلقتين وبعد كده بطلع من حلقات كلها اللي على الابرة وبعد كده بشتغل خمسة سلسلة بروح برضه اشتغل زاوية هنا في الغرزة اللي بعديها بلف الخيط على الابرة وبدخل في الفراغ وعمل فيه غرزة عمود بلفها وبعد كده بشتغل خمسة سلسلة وبلف الخيط على الابرة وبدخل برضه في نفس الفراغ وبشتغل فيه غرزة عمود بلفها وبعد كده بشتغل خمسة سلسلة وبروح هنا عند الغرز العمود بلفها بشتغل فيهم غرزة عمود بلفها مجمعة كده اول واحد كده التاني كده التالت كده اربعة كده خمسة وبعد كده بلف الخيط وبطلع من الحلقات كلها مع بعض بعد كده بشتغل خمسة سلسلة وبروح هنا عند الفراغ ده وبشتغل فيه غرزة منزلقة وبشتغل خمسة سلسلة وبروح عند الأعمدة بشتغل فيها غرزة عمود بلفها مجمعة كده واحد كده اتنين كده تلاتة كده اربعة كده خمسة وبالف الخيط وبطلع من الحلقات كلها مع بعض وبعد كده بشتغل خمسة سلسلة وهنا بروح هنا وبعمل كمان زاوية كده اخر زاوية للمربع الجروني بلف الخيط على الابرة وبدخل فراغ وبشتغل فيه غرزة عمود بلفها وبشتغل خمسة سلسلة وبشتغل في نفس الفراغ غرزة عمود بلفها وبعد كده بشتغل خمسة سلسلة وبروح هنا عند الأعمدة وبشتغل فيهم غرزة عمود بلفها مجمعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبعد كده بلف الخيط وبطلع من الحلقات كلها مع بعض وبعد كده بشتغل خمسة سلسلة وبشتغل في الفراغ اللي بين الزاوية والزاوية بعمل فيه غرزة منزلكة زي ما احنا متعودين وبعد كده هشتغل خمسة سلسلة وهروح عند اول غرزة مجمعة عملتها وادخل فيها وهشتغل فيها غرزة منزلكة وكده خلصنا المرابعة يكون معنا بالشكل ده كده اعملنا له اربع زاوية مرابعة بسيط وسهل وممكن نشعبكوا بعد ونعملوا بطانية او مفرش لو اجابكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة اشتركوا في القناة